اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اذا بدي اروح من قواعد يعني اللي هو التباعد والواحد يأخذ احتياطاته وإلى آخره ويكون بشكل محترم أو بشكل مرتب يعني هاي المكسود فيها اكيد 100% ناوين نروح نصلي صلاة الجمعة 100% هذا واجب كمان وفرض كمان صلاة يوم الجمعة احنا بدنا اذا بدنا نروح على المساجد يعني بناء على توصيات المفتي والوزارة الصحة يعني هاي شغلة ما بترجعش لمزاج المواطن يعني بترجع مفتي مسئولية لما بدوا يعطي امر انروح او انضل في البيت برجع له اخيد اخذ قرار صح فبدنا نروح اذا كان فيه تباعد فيه احتياطات نسبة الكورونا عندنا يعني في الحد الادنى ممكن يعني هذا اراء هيك عيني من الشارع اردولي الناس بدها تروح يعني بدها تروح الخوف من الكورونا مش رح يمنع ولكن برضو بمنطق انه بدنا نروح بدنا يكون فيه تباعد وبدنا يكون فيه الاخذ بالاحتياطات انا يعني زي ما شفنا بعض الصور في بعض المساجد وموضوع التباعد رح يكون مترين بين كل مصلي ومصلي وممكن صف اه صف لا يعني غالبا المساجد رح تتسع بداخلها من 15 ل 20 بالمية تقدير الشخصي لطاقتها الاستعابية المعتادة في ظل هذا اللي نحكي يعني في ظل عدم رص الصفوف اللي كان سابقا والتباعد داخل المسجد رح يوسع 20 بالمية اصلا المساجد في صلاة الجمعة اي جمعة ما كانت تكفي يعني وكانت الناس يكون لها بالساحات سواء اذا كان للمسجد نفسه ساحة او في الشارع العام بيتم اغلاقه المسجد الحسيني اشهر شيء بيتم اغلاق الشارع والناس بيصلي بالشارع هذا بالوضع الطبيعي فكيف بكرة او بعد بكرة الجمعة اللي هو رح يكون فيه شوق وفيه اشتياق للناس للذهاب للمسجد ورح يكون فيه تعطش وغالبا رح تكون اعداد اكبر حتى من المعتاد ومنحكي بس عن عشرين بالمية اذا معظم الناس رح تصلي برا الان التنظيم في داخل المسجد هذه مسؤولية مهمة جدا وان شاء الله انه ما حدا يعني يستسهل الالتزام بهذه التعليمات كل الناس رح تراقب وللأسف للأسف العديد من المتربصين اكيد رح يراقبوا واكيد في كثير ناس مشتهين يشوفوا اخطاء ومشتهين يشوفوا فيه تجاوزات ويصوروها ويقولوها شوفوا كنتوا طيروا بالمساجد هاي المساجد شوفتوها كيف انا عشان هيك بحكي فيه مسؤولية مضاعفة كل انسان كل فرد مننا الان اللي ناوي يروح على الصلاة لازم يحط عليه مسؤولية على نفسه مسؤولية كبيرة وعظيمة انه سيمثل صورة المصلين ما بدي احكي الاسلام الاسلام بريء من كل ذلك الاسلام انزه منا ولكن احنا المسلمين احنا اللي بدنا نمثل هذا الاسلام رح يكتير ناس يصوروا يقولوها شوفوا المصلين شوفوا المسلمين شوفوا كذا بتركيا حققوا نجاح كبير هم يفتحوا قبلنا الجمعة الماضية وكان نجاح كبير والصور كانت مذهلة ورائعة وتدل على الرقي والتقدم للمسلمين في تركيا بدنا الصور نكون زي تركيا ان شاء الله نكون مش موضوع انه احنا بهمنا الصور احنا بهمنا ربنا قبل كل شيء بعدين بهمنا صحتنا وسلامتنا وبهمنا الصورة الحضارية للمسلمين وللمصلين وبهمنا برضو بعدين النموذج الاردني أنه نقدمه أنا بقول أنه وزارة الأوقاف حطتنا بامتحان صعب يعني ودتنا على الفاينال مباشرة بدل ما يكون فيه فيرتس وسكند أو امتحان شهري كذلك تدريجي ناخذ المحاضرة لا ودونا مباشرة على الفاينال قبل ما ناخذ أي شيء وهذا السؤال حتى سألناه إحنا قبل أكم من يوم على صفحتنا على الفيسبوك وممكن نشوفه نشوف النتائج عليه كان استطلاع بين يدي معالي وزير الأوقاف هل أنت مع قرار الحكومة بفتح المساجد لأداء صلاة الجمعة فقط كخطوة أولى أم أنت مع فتحه لأد أداء الصلوات اليومية ولماذا؟ شفتوا نتائج 87% كان يطالب أولاً فروض الخمسة وبعدين صلاة الجمعة و13% البداية مع صلاة الجمعة يعني فيه النسبة واضحة يعني نحكي عن 87% بعرف مش سطلاع علمي 100% اللي شارك فيه يعني آلاف مش عارف حوال أكثر من 6000 صوت بلس يحكي أنه علمي ولكن فيه مؤشر أنه يعني 87% من الناس بدهم كان الفروض الخمسة كان فيه حجة أنا حاب أعلق عليها وأعيد يمكن ذكرتها في حلقة ماضية أنه فيه فتوى ومنطلق كان الأوقاف أنه صلاة الجمعة فرد على كل مسلمين يصليها في المسجد ولا تصلى أصلاً إلا في المسجد وحقوا حكم شرعي للصلوات الأخرى أنه مندوب ديش أدخل بأحكام شرعية ولكن زي ما هذا الحكم الشرعي تم تعطيله أنه صلاة الجمعة فرد أن تكون على كل الإنسان في المسجد تم تعطيله خلال كل الفترة الماضية بحجة الكورونا وبحجة السلامة وبحجة أن هذا مقصد من مقاصد الشريعة تمام كان تم تعطيله أيضاً وبلشنا بالصلوات العادية حتى لو كانت هذه رتبتها الفرد وهذه مندوب بس أنا عندي فتوى في ظل الصعوبة وهو العلم بحكمه ترتيب صلوات الظهر والعصر بالوضع الطبيعي كثير أسهل من الجمعة المنطلق ليس منطلق شرعي هو منطلق إداري وحكومي وسياسي لأنه الشرعي في فتوى وزي ما الفتوى عطلت الصلاة كلها نقدر نأجل صلاة الجمعة ونفتح الصلوات العادية فإذا هو كان سياسي وإداري شو الفلسفة أنا مش عارف خلينا نشوف الناس شو كانت رأيها هيك بتعليقات معينة من صفحتنا بالترتيب يعني بدون مش بانتقاهية بالترتيب إبراهيم الكاوي هو بيحكي الفروض جميعاً هو يعني السؤال بدنا نبدأ الفروض ولا صلاة الجمعة نجاح وردة الفروض الخمسة الحمد لله زال المرض إن شاء الله أشرف حسين بحكي صلوات الخمسة أم أمين دراغمل فروض الخمسة غادة أبو عامر بتحكي عندي طلب إنه تاخذوا بعين اعتبار المساجد مغلق إحنا الستات في البيوت وننتظر خطبة الشيخ كمال الخطيب آه بتحكي عن قناة اليوموك إن شاء الله إذا الخطبة متاحة خطبة الشيخ كمال الخطيب مشاهدة بشكل كبير وأنا أنصح بمتابعتها وكان يمكنني عوض حرمان الناس من أداء صلاة الجمعة خلال الفترة الماضية هو الاستماع على خطبة كمال الخطيب اللي يعني مع الاحترام لها من مكان ولكن كان خطبة صعب مقارنتها غير يعني شيخ كمال الخطيب ربط الواقع مع إبداع إبداع وإن شاء الله إنه تكون متاحة أيضا على شاشة اليوموك اللي بديروح الرجال على الصلاة العادية بالتزامر يعني السيدات وكبار ستن من الرجال اللي ننصح أن ينتزموا بالتعليمات وما يروحوا قالوا الأوقاف مش رح يوقفوا يعني ويمنعوا والله أنت قديش عمرك خمسين ستين سبعين ممنوع تدخل ولكن هو خيار ذاتي بعرف فيه تعطش والتعطش غالبا لكبار السن سيكون أكثر من يعني الشباب وهم اللي كانوا ملتزمين هم اللي كانوا حافظوا على الصفوف الأولى في الصلاوات ولكن يعني إذا كان الاجتهاد أنه السلامة خاصة لكبار السن أولى فإن شاء الله يكون فيه التزام بأنه يعني أجلوا روحتهم شوي ويبقى هو الخيار لهم أنا بس بحكي من باب التعليمات الرسمية اللي ذكرت واللي تم الإقرار علىها صحيا أنا ما بهم ليش بس تعليم رسمي تعليمات رسمية وإنما تم الإقرار في ذلك من نجنة الأوباء وعلماء الصحة على كل حال إن شاء الله يكون شيخ كامال خطيبة على شاشتنا عبد الله صافيا بحكي المنطق يسمح للصلاوات الخمس لأنه العدد بيكون قليل رولا طلافحة أكيد ما فتح المساجد بس الحكومية اللي بدها إياها بتعمله سواء قلنا نعم أو لا بدليل يعني يمكن واحد يحكي لا رولا طلافحة لا أو الحكومة ممكن تسمع بس هي الدليل هذا الاستطلاع يوعد عبر مؤشر حوالي 90% مع الصلاوات الخمسة قبل صلاة الجمعة ولكن حكومة ما سمعت وهيها عملة اللي بدها إياها عبد الكريم العظمات مع التباعد في الفروض الخمسة وبدون صلاة الجمعة إذا لم تسجل حالات إصابة في الوقت الحالي أم إبراهيم الفروض الخمسة يعني التعليقات ومعظمها منسجمة مع النسبة اللي كانت فوق كانت تتمنى أن يتم الفتح للفروض الخمسة قبل أنا أعتقد أنه ما فيه أي حاجة لإغلاق المساجد في صلوات الظهر والعصر مدام إذا بننا نعتبر أنه الفجر والمغرب والعشة بيكون فيه حظر تجوال بلش إذا ضلوا بنفس ما هو فالظهر والعصر ما فيه أي حج إله وإذا تم تمديد الحظر التجوال رح يصير فيه مغرب وعشة والفجر يعني مش رح تكون هي المشكلة وخلي الفجر يروح للناس بس مبشي يعني ما يروحوش بالصير يعني إلها كثير بدائل وإلها كثير طرق أنه الصلاة يكون النجاح إن شاء الله رح تحقق بإذن الله يوم الجمعة مقدمة لفتح المساجد بشكل دائم بلشنا بالصعب والحكومة حطتنا بهذا التحدي بس إن شاء الله إنه إحنا قدنا وبننجح بهذا التحدي ويعني إن شاء الله يكون ذلك السبب لعدم وجود أي حج لإبقاء إغلاق المساجد وإن شاء الله ما يكون فيه ما لا نحمد عقبة وما يكون فيه صور سيئة ويتم تصويرها وتصليص الضوء عليها وحتى يعني اللي عنده صفحات على الفيسبوك وعلى واتساب ما تستعجل بنشر شيء مسيء سيكون يعني خليها تضبضب بحيث إنه خاصة إنه رح يطلع الاستثناء وننسى الصورة الجميلة ورح يصير الناس يركزوا على أكم من صورة السيئة اللي ما كانش فيها التزام وإن شاء الله يكون فيه دور للجميع بموضوع البائعين المتجولين المتسورين يعني كذا هذه كله اللي بيعمل لنا كركبة وفوضى في مشهد يوم الجمعة اللي إن شاء الله يكون مشهد مهيب وجميل ويرتقي لحضارة الشعب الأردني سأذهب إلى فيديو هذا الفيديو يعني قشر البدن ببساطة يمكن شوفته على وسائل التواصل اللي ما شافه الآن رح يشوفه عن اللحظات الأولى لفتح المسجد الأقصى وهذه اللي كانت في بداية هذا الأسبوع وشوق المصلين شوق المقدسيين للأقصى مشهد لا شك أنه ستربط طلقائيا بمشهد الفتح اللي إن شاء الله ستكون الحشود بالملايين لكن هو مشهد سيناله بعض المسلمين ممن سيكونوا فاتحين المسجد الأقصى محررين له نسأل الله أن نكون منهم ونترككم مع هذه المشاهد والأنشودة الجميلة لفتح المسجد الأقصى بعد إغلاقه بسبب الكورونا موسيقى أي ناري أي جمري أكتوي بعد الفراق محط في بحر المآسي من دموع في الماء كيف لا تكيعوني من حنيل الاشتيا كلما هبت رياح هزني ذاك العنا كيف أنساك حياتي ذاك والله محال إن قلبي تعتليه لوعة تأمل فصال لوعة أطقت فؤابي اشتعال واحتدام لوعة منها عيوني ليواتيها من هذا يوم عيدنا هذا يوم أكسونا الحمد لله ونفس العالمين قلت كلبك رضيان بين عدمات السجود قلت لي أنساً لياني وحديثاً بشدود يا سلام يا سلام ما أجمل هذه المشاهل هذا يوم عيدنا يوم أقصانا إن شاء الله يوم العيد الكبير هو يوم الدخول إلى المزد الأقصى دخول المحررين الفاتحين بإذن الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا ذلك يعني نسأل الله أن يكون ذلك قريب وهذه المؤشرات يعني لا تستبعد ذلك فعلينا فعلا تكثيف يمكن في حقبات زمنية سابقة ما كانش في مؤشرات لا الآن في مؤشرات أنه ممكن يكون الجيل الأحياء الآن الحاليين أن ينالوا هذا الشرف العظيم نسأل الله ذلك وصلنا للختام إن شاء الله بكرة حلقة جديدة من مسلسل عثمان في نفس الموعد وبالتالي لقائنا سيكون يوم الأحد القادم إن شاء الله يكون يوم الجمعة يوم مثالي نفخر به ونطلعكم على الفيديوهات والصور يوم الأحد القادم بحلقة جديدة نطلعكم فيها أيضا على كل التفاصيل والمستجدات إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودعوه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة